اهلا بكم لا حديث في الشارع الحضرمي هذه الايام الا عن اعصاري كيار ومهاء فضعف البنية التحتية وقلق الجاهزية تساؤلات يثيرها اهالي حضرموت الا ان هناك بوادر من مكتب الصحة والسكان وخفر السواحي المساحي لحضرموت لرفع جاهزية المستشفيات والمركز الصحية لاستقبال وانقاذ متضرري الاعصار اذا حدث لا سمح الله نتابع التقرير حالات متسارعة في التغييرات المناخية تشهدها حضرموت ودول اخرى مجاورة هذه المرة يطل كيار ويتبعه مهاء لتتأهب غرف الارصاد في المناطق المتوقع تأثرها لرصد وتتبع مسار الاعصار لوضع مرافق الدولة ذات العلاقة امام مسؤوليتها للاستعداد تحسبا لحدود اي خسائر بشرية او مادية قبل الاعصار هناك مجموعة من الاجراءات ومجموعة من الخطط يتم اتخاذها من خلال تقسيم وتقسيم ادوية وتوزيع ادوية وايضا نوبات طبية وكوادر صحية وايضا اتخاذ عدة اجراءات لتشغيل مجموعة من المراكز في الحواري وفي المناطق وايضا هناك ربط وغرفة عمليات تربط ببعض المستشفيات للتنسيق المستشفيات فيما بينها في حال تقطع الطرق وعد مصول المواطنين والمرضى الى هذه المستشفيات اجهزة خفر السواحل اعلنت جاهزيتها وخطتها التوعوية في تحذير الصيادين من الاقتراب من السواحل هذه الايام خصوصا وان توقعات الاعصار الاخر مهى تكاد تكون خطيرة لاستدامه المباشر بسواحل المهرى وحضر موت وشبوى نحنا نزلنا فروق الانقاذ حقنا وخذنا اجراءاتنا كامل فيما يخص هذا الاعصار نحنا في يومنا هذا تم ادخال جميع العباري والابوام الخشبية تم تصوينها كامل في ميناء الشحر حفاظها على الممتلكات الغير وعلى الصيادين ان شاء الله في يوم السبت بيتم تصوين الهواري الصغيرة حق الصيادين وبيمنع خروج اي هوري بيتم تصوينه في ميناء وكلا وميناء ان شاء الله سوق الصيد هذا حق الشرق ويعد شهري اكتوبر ونوفمبر من الاشهر التي تسيطر فيها الحالات المدارية في المحيط الهندي منها ما يتوجه صوب القارة الهندية والاخر يتوجه صوب عمان او في خليج عدن وتتأثر به المحافظات الجنوبية في الجمهورية ترجمة نانسي قنقر